في قولي بأخونا أحمد بن العرق بارك الله فيه في قوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يقول تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام فرق بين ذو وذيء ولماذا تغير الإعلام لا هو الفرق بين ذو وذيء وذو وصف للوجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال وصف لي وجه فعل فجاءت مرفوعة تمام تبارك اسم ربك ذو الجلال مجرورة للمضاف إليه اسم ربك ذو الجلال والإكرام صحيح فالأولى وصف للوجه طبعا وجه الله يقصد به ذاته هذا يسمى مجاز مرسل عندنا ما نطعمكم لوجه الله يعني للذات الله نعم هذا طبعا تبارك اسم ربك اسم كل شيء هل يكون إلا وجهه أي ذاته طبعا الله هو غير نعم الوجه معنا ذاته في اللغة هذا مجاز مرسل نسمي مجاز مرسل نعم تمام لا تبارك اسم ربك هذا تعظيم للإسم يعني اسم الله ذو الجلال فكيف هو الله أنت هنبغل أن تعظم اسمه فكيف هو فكيف هو صح هو يعني تبارك اسم ربك يعني الآن قلت تبارك اسم ربك نعم وتبارك بعنا ماذا فعظمت كبركة بركته تمام لما قالت تبارك اسم ربك هذا تعظيم لمن أن تبارك اسم ربك للإسم 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 الله تعالى ربك ذو الجلال والإكرام هو ربنا ذو الجلال والإكرام الوصف للرب هو تبارك اسم ربك ذو الجلالي يعني هنا الوصف للإسم في الأولى الوصف للوجه الوصف للوجه لذات الله لذات الله سبحانه وتعالى هي ذو بمعنى ماذا في اللغة يا سيدي صاحب صاحب نعم تبارك اسم ربك صاحب الجلال والإكرام صاحب ذو مال صاحب مال نعم لكن لحظ لما قال تبارك اسم ربك تبارك أسندها للإسم نعم صحيح أسندها للإسم هذا التعظيم للإسم فما بالك بالله سبحانه وتعالى يعني فرق بين فرق تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي نزل الفرقان هذا اسم هذا الاسم الله فالتعظيم هنا لسمه سبحانه وتعالى فاسمه معظم فكيف هو سبحانه